اشتركوا في القناة وفي التسعينات مسرحية باستاذ معالي زايد وفي التسعينات فيلم مكسيكي بطولة سالمحايك ودلوقتي احنا بنقدمها على المسرح رؤية درامية واشعار استاذ محمد صواف واخراج دكتور عادل عبدو ويعني مطلعينها بشكل ميوزيكل فيها رأس وغنى واستعرضات وتمثيل وعيات وبوكة وضحك وكل الحاجات فالتناول المرادي مختلف عن قبل كده يعني هيا دي حاجة انا كنت باحلم قدمها من زمان لان انا درسة رأس من وانا عندي عشر سنين وكان حلمي اني اقدم استعراض والحمد لله الفرصة جاتلي في عمل مش عادي عمل لأديب كبير زي نجيب محفوظ فده هيبقى علامة كبيرة في مشواري الفني كلهم زمايلي وحبايبي واشتغلت معهم قبل كده كتير انا بشتغل من وانا طفلة يعني فما فيش حد ما اشتغلتش معي كلهم اشتغلت معهم من زمان جدا وكواليس حلوة وكلنا بنحب بعض وكلنا اسرة والمسرح لازم يبقى فيه كده وإلا نشانعرف نطلع شغل كويس يعني كواليس المسرح دي اهم حاجة في اي عمل مسرحي ده تاني موسم يعني فهنا ناخد بريك شوية بس عشان الاعمال بتاعت رمضان وان شاء الله هيبقى على العيد بإذن الله